السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا احبابنا في الله نجدد الترحب بكم الى حلقة هذا اليوم ونتحدث فيها عن موضوع يشغل بال الكثير من الناس وهو قضية الدين والمدينة كيف يمكن ان نكتب هذا الدين وكيف يمكن سداده كلما كانت الضرفية الاقتصادية شاقة وكانت هناك ازمة مالية هناك اناس كثر يضطرون للدين والمدينة وقد يحدث بينهم نزاع وخصام وشنآن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الذي هو دستور المسلمين الاعلى ما فرط فيه من شيء اعطانا من التوجهات والارشادات والاحكام الشرعية ما ان طبقناه سوف يعم الخير على الجميع وسوف تعم البركة على الجميع حينما يأخذ القوي منا بيد اخيه الضعيف وحينما يوسع الغني منا على اخيه الفقير فتعم البركة على الجميع الحق عز وجل تكلم عن قضية الدين والمدينة في صورة عظيمة مبجلة هي صورة البقرة وجمع كل الاحكام في اية واحدة وهي اطول اية في القرآن العظيم تسمى اية المدينة الحق عز وجل قال فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدهما فتذكر احدهما الاخرى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقصطوا عند الله واقوموا للشهادة وادنى ان لا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله مولنا العظيم هذه الاية من سورة البقرة هي اطول الاية كل ما ذكرناه هو اية واحدة الاية رقم 282 من سورة البقرة اطول الاية لان عندها علاقة بالمال والمال يقع فيه النزاع بين البشر لهذا ربنا سبحانه وتعالى تكفل بالكليات والجزئيات حتى يقع اتفاق بين الناس ويكون في منأة عن الاختلاف السبب العام لنزول هذه الاية هي انه اذا اقترض بعض الناس من الناس مالا ثم جاء الاجل فاذا طلب احدهم الاخر ان يعطيه حقه ورزقه قد يتنكر له وقد يرفض وينكر انه اقترد منه شيئا فيحتاج الى اثباتات الاثبات لابد ان يكون مكتوبا او يكون مشهودا لكنه غير موجود لهذا ربنا عز وجل امر بان يكون الدين مشهودا ومكتوبا فربنا يقول يا ايها الذين امنوا يخاطب شعرة الايمان اصحاب النور الايماني نحن لا نحتاج الى رقابة امنية ولا الى رقابة قضائية ولا الى رقابة عسكرية ان لدينا رقابة ربانية الهية اذا قال ربنا يا ايها الذين امنوا احذر فان الله تعالى يخاطبك انت ايها المؤمن ويشهد عليك ملائكته ولا تخفى عليه شيء فلابد ان تكون صادقا ولابد ان تكون واضحا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى الحق عز وجل جعل الدين لا بد ان يكون الى اجل مسمى وصف الاجل بالمسمى ليعلم ان التأجيل لا بد ان يكون وقته معلوما كالتوقيت بالسنة والشهر واليوم وليس ان يكون التأجيل معلقا بوقت مجهول غادي قل لي سوف اعطيك المال ان شاء الله ان شاء الله متى بعد شهر بعد ثلاث اشهر بعد سنة بعد سنتين بعد عشر سنوات عند الاحتضار متى لا بد ان تحدد الوقت الى اجل مسمى فكل من ارد ان يستدين لا بد ان يحدد الزمن وليكتب فاكتبوه امر الله تعالى بكتابة الحقوق المؤجلة ثم سبحانه وتعالى جعل الذي يكتب لا بد ان يكون هذا الكاتب عدلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل شرط ان يكون الكاتب هدفه العدالة والعدالة انه يكون مستقيم على الحق فلا يميل كل الميل لاحدهما لقرابة او صداقة او غير ذلك وان يكون الكاتب عارفا بكتابة التوثيق لهذا ايام زمان كان الناس يتطوعون لهذه المهمة اما اليوم فهناك عدول متخصصون في هذه الاشياء والدولة تكونهم في مدارس عليا وفي مراكز تكوين حتى يقوم بهذه المهمة على احسن ما يرم ولا يام كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب ثم امر بان اذا التقى المعطي والاخد لابد ان يتكلم المعطي وليملل الذي عليه الحق الذي الذي ينبغي ان يتكلم ويضع الشروط هو صاحب الحق وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا لابد ان نستحضر رقابة الهية لابد ان نستحضر بان كل شيء محسوب كما هو في الارض محسوب اكثر منه في السماء فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا قد يكون صاحب الحق هذا انسان اما امي لا يفهم اللغة العربية او الفرنسية او اي لغة التي يكتب بها العقود او كان انسان ربما قليل الفهم ولا يستطيع ان يملي كنسة فيه او ضعيف فليملل وليه بالعدل لابد ان يأتي معه بولي قد يكون والده قد يكون شقيقه قد يكون واحد من الناس قد يكون محامي مستشار المهم انه وليه انه معه ويتق فيه ثم بعد الكتابة ربنا عز وجل امر بالشهادة الاشهاد لبا نكتب عند العدل لابد من الشهود واستشهدوا شهدين من رجالكم الان صار عندنا ينتصب للشهادة رجلان من الشهود فان لم يكون رجلين اذا لا الظروف لم تسمح ببوجود رجلين ذكرين عدلين فرجل ومرأتان لماذا قيل بان شهادة رجل تعدل شهادة مرأتين ممن تردع من الشهداء ان تضل احدهما فتذكر احدهما الاخرى كان الامام مالك في مجالس القضاء كان يقول اين الشاهد واين الشاهدة الثانية واين المفكرة لان المرأة قد يقع لها تهديد او تخويف قد تغير الشهادة وقد يقع لها مرض من خلال الحمل والوضع والوحم ومن خلال الدورة الشهرية قد تنسى قد يقع لها تغيير او قد يكون الموضوع شائك وهناك جهات نافدة تمارس التهديد فتخاف لهذا ربنا عز وجل قال فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدهما فتذكر احدهما الاخرى ثم اكد ربنا انه لابد من كتابة هذا الدين لابد من الكتابة حتى ولو كان صغير لان القانون لا يحمي المغفلين كم من النزاعات وقعت من الناس وتذكر الاخد للمعطي قال لم تعطني شيء ولا اعرفك او يقولت من مخالف ناقص او زائد لانا قال ربنا عز وجل ولا يمشو نوئد ما دعو ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله لابد ان تكتبوه لا تسأموا لا تقول لا هذا ليس مهما لا نحن في غنى عن ذلك لا تسأموا ان تكتبوه صغير ام كبير يعني ولو المبلغ يكون متواضع لا بد من الكتابة ذلكم اقصط عند الله واقوم للشغنة وادنى ان لا ترتابوا لماذا لان الله تعالى لا يريد ان يقع بين جماعة المسلمين نزاعات وخصامات لان ابليس معنا حاضر والنفس البشرية طماعة وتواقة للمال واذهب الى اقرب محكمة جارية سوف ترى من المشاكل ومن الصراعات والمخالفات ما الله به عليم ثم ربنا عز وجل سينتقل الى التجارة قد يكون اخذ وعطاء للمال على سبيل التجارة فقال الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها التجارة بيع وشراء قد لا يكون هناك كتابة ولكن يكون هناك اشهاد واشهد اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهد يعني ان الذي يشهد يقول الحق والكاتب الذي يملي لا بد ان يكون صادقا يضع المصطلحات ويضع العبارات في سياقها المناسب لان قد يكون هذا الكاتب ذكي ويستعمل بعض العبارات وبعض المصطلحات وبعض السياقات في اللغة فيها معاني شتى فيها اجال وفيها تقديم وتأخير وفيها حدف وذكر وقد يتلاعب بهذا الامر فهذا ربنا قال ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم الناس لهم كامل الصلاحية ان يفعلوا ما شاء قد يقول قائل انا حر ممكن ان استغفل هذا الذي امامي لانه عنده قدرة كبيرة على الفهم والمراوغة ويستغل تغارات القانون ويتلاعب بالاحكام وممكن ان يشتري الضمائر يفعل ما يشاء انت حر افعل ما تشاء لكن عليك ان تستحضر هناك رقابة الهية صارمة وهذه الرقابة الهية قوية لا يغيب عنها شيء وتجازي الذي احسن بالاحسام وتجازي المسيء بالاساءة لذا ربنا قال وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يعني في الختام من الذي يفوز في هذه التجارة او في هذه المدينة المتقب ليس الدكي ليس الخبير ليس الذي عنده قدرات على حسن التدبير لا الذي يفوز هو التقي صاحب النية الطاهرة تدور الدوائر ومن يفوز ختاما من كان قلبه معلقا بالله وكان صادقا حتى جاء في الحديث ان الله تعالى لا يعطي لصاحب النية الصادقة ما يحتار فيه صاحب العقل الراجح لان الدائرة تدور سبحانه وتعالى يكتب الأقدار ويغير الأمور فالذي عنده التقوى ربنا يعطيه الفتح المبين كم نرى أناس مسطاء ربما أميين لم يدرسوا قط ويتعملون بتجارة كبيرة جدا ويشتغل تحت أيديهم أناس في مستوى علم رفيع في الاقتصاد في الهندسة في الخدمات ولو فاتحو ما مقاريش نهائيا ولكن عنده قدرة للتسيير كيف حصل له ذلك بالتقوى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم هذه الآيات البينات ربنا وضع فيها الإطار العام لكتابة الدين وللمدينة لماذا؟ لأن الإنسان قد يضطر أي إنسان منه قد يضطر في يوم من الأيام أنه يستدين فليس من العيب أن يتدين المرء لكن عليه أن يعلم بأن هذا الدين هو مسؤولية كبيرة جدا حتى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه كان يستدين استدان صلى الله عليه وسلم وكان يتخوف من الدين بل كان يستعيد منه يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنت أخذم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثيرا ما أسمعه يناجي ربه سيدنا النبي بالليل يناجي ربه وأنس بن مالك خادم في بيته فكان يتلقف هو راوي كان يلاحب ويتتبع كل أقوال وحركات وسكنت النبي الكريم فقال كنت أراه بالليل يناجي ربه ويقول اللهم إني أعود بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال وضلع الدين وغلبة الرجال فلما سأله لماذا لماذا يا رسول الله تستعيد بالله تعالى من ضلع الدين وغلبة الرجال قال لأن الإنسان إذا افتقر مد يده للآخرين وإذا صار مدينا فإنه يصير متعبا قال صلى الله عليه وسلم الدين هم بالليل ومدلة بالنهار صاحب الدين بالليل لا ينام يبقى الليل كله وهو يتقلب في فراشه ووسادته ربما تكون مبلولة بالدموع هم في الليل وبالنهار مدلة تجده يتخوف ويترقب ويبتعد عن الأنظار ولا يريد أن يلتقي مع صاحب الحق لأنه يشعر بأنه ضعيف وأنه دليل هم بالليل ومدلة بالنهار ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين من الدين ومن المغرم المغرم حتى لما سئل يا رسول الله لماذا تستعيد من المغرم قال لأن فيه يولد المهالك ويحمل المدين غالبا على الوقوع في الكبائر فنحن نلاحظ في حياتنا اليومية الكثير من الناس صاروا يضطرون إلى المدينة خصوصا في زمن الكورونا وعدة قطاعات أصابها كساد قطاعات تجارية وقطاعات سياحية وقطاعات خدمتية كما نلتقي بأناس يبكون ويشتكون حالهم أنهم أخذوا ديونا ولم يستطيعوا ردها ومنهم من محكم عليه بالإفراغ ويستنجد كيف يمكن أن يتكلم مع صاحب الملك كيف يمكن أن يسدد هذه الأقصاط علينا أن نذكر أيها الأحباب الكرام أننا نحن معشر المسلمين ننتمي إلى دين عظيم دين فيه رحمة ودين يفتح لنا قنوات لوجود الحلول المناسبة والسريعة حتى على من كان منا ضعيف ديننا جاء أولا بالحدي على التكافل بين أفراده جاء للحدي على التعاون بينهم ومن صور هذه التكافل والتعاون مشروعية القرد ربنا رغب في أن يقرض بعضنا بعضا من دا الذي يقرض الله قردا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإله ترجعون القرد ربنا فتح هذا الباب واعتبر بأن الذي يقترض لأنه ضعيف ولأنه فقير فربنا ينوب عنه من دا الذي يقرض الله قردا حسنا الله غني عن العالمين ولكن يبين لنا بأن إذا مد إنسان يده وهو محتاج وكأن الله تعالى يقوم مقامه ويساعده وينظر لهذا الغني هل سوف يرحم هذا الفقير هل سيرحم هذا المحتاج أم لا فلهذا إذا كان الإنسان غني مع غني قال إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه هذا إذا كان غني مع غني ولكن حتى أيضا على أن إذا أقرد المسلم مسلما آخر ما هو أجره أن الله تعالى يكتب له هذا كأنه تصدق بنصفه من تصدق ما من مسلم يقرض مسلما قردا كأنما تصدق بنصفه وإذا أقرده نفس المال مرة أخرى كأنما تصدق به كاملا وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما قردا مرتين إلا كأنك صدقتها مرة مثل إنسان جاء عندك بغى مثلا واحد عشر نف درهم أعطيتها لي قدي بها الأغراض دياله ثم أردها لك ربي عز وجل يكتب لك الأجر والتواب كأنك تصدقت بنصفها فإذا جاء مرة تانية هو أو غيره وطلب نفس المبلغ مثل عشر نف درهم وأعطيتها له ثم ردها إليك كوتيب لك أنك تصدقت بها كاملة مترجع تفلسك لكن ربي عز وجل جالك بأنك أنك أخذتها كاملة أما إذا إذا خان الأمان ذلك الشخص ولم يعدها لك فإن الله سبحانه وتعالى يعودك خيرا منها أضعافا مضاعفا إذا كانت نيتك صادقة وأنك لم تكن تنوي الخيانة ولكن الآخر هو الذي فعلم فعلته ثم إن ربنا عز وجل من رحمته أمرنا أن يصبر بعضنا على بعض الدائن يصبر على المدين ولا يتسرع لكي يشتكيه ويقاضيه في المحكمة خصوصا إذا كان معسرا كالقوب أن إنسان فعلا هو خد المال وجاء الأجل المسمى وعاجز عن الأذى هو معسر لا ينبغي للمؤمن أن يتعجل ويدهب مباشرة إلى المحكمة ويرفع شكايات ضده وذلك في قول ربنا عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إذا كان معسرا يسر له يعطيه أجل آخر افتح له قنوات للاسترزاق وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أجل آخر لكن إذا رأيت أنك تتصدق عليه فلتتصدق وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون كي بعض الناس بعض الأخيار بعض الأبرار كي يسلف واحد الإسان واحد المبلغ وكلقى معسر هو تفق معل أنه دين مش عطى غدين لكن الآخر كان معسر ماذا يفعل إذا جاء موسم الزكاة اعتبر ذلك المال الذي أعطيته هو من زكاتك وهكذا تبقى أنت على وضعي حسن وهو تقضى له حاجته وربنا سبحانه وتعالى وعد بأن الذي الذي يسمح للمعسر ويتجاوز عنه أعطاه أجر عظيم القانون ماذا يعطيك القانون لا يحمي المغفلين لكن شريعة الرحمن هي عظيمة ومباركة قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه دينه يوم القيامة سوف نأتي جميعا حفاتا عوراتا لن نأخذ معنا الأموال ولن نأخذ معنا العقارات ولا كل هذه الممتلكات سنخرج من الدنيا أجسامنا عارية وأقدامنا حافية حفاتا عوراتا ولن يكون معنا من رصيد سوى الأعمال الحسنة وهذه الأعمال الطيبة فطوبة لمن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا لأن الله تعالى يعامله بالمثل يقول يا فلان جيتنا هكذا فلنفرج عنك حتى قيل أن رجل كان من التجار في الدنيا وقد مات ولم يأخذ معه شيئا من ماله وكان مفلس تصوروا في الدنيا كان عنده مالوفير كان يهتم بالتجارة بيع والشراء وكان مفرد في دينه كان كثير كثير الخطايا والدنوب وقد يترق الصلاة وعنده مشاكل لما جاء في الآخرة ربنا عز وجل قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة فرأى بأن كتابه شبه خالي للحسنات يعني كان مفرد في الصلاة كان يتجرأ على المحرمات لكن ربنا عز وجل يجعل في كتابه إشراق هذا الرجل رغم كل ذلك كتابه مشرق رغم أن فيه دنوب كثيرة والملائكة تتساءل يا ربنا هذا الرجل لماذا كتابه مشرق هكذا الحق عز وجل سأله ووألم به قال ماذا كنت تفعل في الدنيا قال كنت تاجرا كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر هدي العمل الوحيد صالح كنت أقوم به إذا جاءني أحد معسر كنت أتجاوز عنه وإذا كان موسر كنت أنظره إلى فيما بعد أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر في الدنيا فقال ربنا عز وجل وقد جئت إلينا أنت اليوم معسرا وسوف نعاملك بالمثل اذهب ادخل الجنة بسلام فيدخل الجنة بسلام لأنك في صفة واحدة أنه في بيعه وشرائه ومعاملاته المالية كان ينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر لكن ينبغي أن يعتقد المرء بأن الاقتراض هو مسؤولية لا ينبغي أن نفتح هذا الباب للناس أنهم يقتردون ب لما يسمعوا هذا الكلام الذي فيه نوع من التيسير وفيه نوع من الفرج وارد الرحمن الإنسان لا ينبغي أن يقترد إلا إذا كان حقا محتاج المؤمن عليه أن لا يجعل من الاقتراض وسيلة مشروعة للكسب قد يستغل بعض الناس هذه الوضعية فيحتال ويتظاهر بالحاجة ويقترد من الناس ولكنه في نفسه لا ينوي السداد هذا ليس من أخلاق المؤمنين أما من نزلت به ضائقة وكان فقير فعلا واقترد لينفع نفسه ويرفع فاقته وهو ينوي السداد هذا نية حسنة ربنا سبحانه وتعالى وعد أنه إذا عاجز عن الأداء فهو لا يلام شرعا ولا يواخد في الآخرة بل ربنا عز وجل تكفل بسداد دينه قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه هو محتاج هو فقير واقترد لأنه ينوي ينوي فعلا أنه يعيد لكنه وقعت له واقعة أنه طرد من عمله أنه أصبت جائحة أنه فقد بعض مصالحه وعاجز عن الأداء ربنا عز وجل يعيد بأنه سوف يؤدي عنه وقد قال صلى الله عليه وسلم تلات حق على الله عونهم تلات حق على الله عونهم من هم المكاتب الذي يريد الأداء والمتزوج الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله هؤلاء تلاتة ربنا سيعينهم المكاتب الذي أخذ دين وكتب هذا الدين وكان ينوي الأداء لكن وقع له عجز سيؤدي الله عنه متزوج الشاب أرد أن تزوج لماذا؟ للعفاف حتى لا يقع في الحرام سوف يؤدي الله عنه وسوف يعينه وكذلك مجاهد أراد أن يعلي كلمة الله وشريعة الرحمن سيعينه المولى عز وجل تلات حق على الله عونهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحط على أن الإنسان يسرع لأداء الدين وكان يخوف من الإنسان الذي يأكل أموال الناس حتى إنه إذا جاءت جنازة كان يتورع ويتمنع عن الصلاة عليها مرتا جاء برجل ليصلى عليه جنازة فالنبي الكريم سأل قال هل على صاحبكم دين قالوا نعم عليه دين قال إذن صلوا عليه فإن عليه دين ولم يصلى عليه النبي الكريم طبعا صلى عليه جماعة أخرى من المسلمين لكن خيارهم لا يصلون عليه لماذا تخويف من أن الإنسان قد يتماطل في أداء الديون حتى تدركه الوفاة لأنه سيكون يلقى الله وهو مدين العاقل ينبغي أن يلقى الله تعالى وهو خالي من الديون ومن يدري ما متى سوف تقبض أرواحنا لهذا للإنسان أن يعجل لهذا أي الأصحاب الكرام ربنا سبحانه وتعالى جعلنا هذه الشريعة المحكمة فيها حلول للمشاكل وللصعوبات التي نعاني منها فالنبي صلى الله عليه وسلم حتنا جميعا عن عدم التساهل عن حقوق الناس كذا يقول من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه حيث لا يكون هناك دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه والعياد بالله طلب الله السلام والعافية أما من أخذ أبوال ناس يريد أداءها فربنا يؤدي عنه ولكن من أخذها يريد إتلفها أتلفه الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم ختاما أيها الأحباب الكرام لا شك أن الآن يستمع إلينا عدد كبير من الناس عندهم ديون رب الله علم بهم مع جائحة الكورونا هناك من فقد عمله هناك من أصبته جائحة هناك من وقع له أحداث فإضطر لأدين وصار في وضعي صعب ولم يجد من يعينه الكل يبكي أزمات ماذا نفعل نتوجه ليس إلى البنك الدولي نتوجه إلى بنك الرحمن الله غني الله كريم وإن من شيء إلا عنده خزائنه الله تعالى يعطي ويؤدي وهو الرزاق ذو القوة المتين كان أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول أن سيدنا النبي التقى مع معاد ومعاد صحابي جليل كان عنده ديون تركمت عليه فقال يا معاد ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأده الله عنك قال بلى يا رسول الله قال يا معاد قل بدأ يقول اسمعوا هذا الدعاء أيها الأحباب كل من عنده دين يقول هذا الدعاء وسوف يرى العجب والله رأيناه بأم عيوننا الله تعالى كريم يفتح أفاق سبحانه ما أعظم شانه قل يا معاد اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك قل هذا الدعاء عند شرق الشمس وعند غروبها كل صباح وكل مساء وسوف ترى العجب أي نعم العجب ومرة دخل النبي الكريم إلى المسجد فوجد الصحبي الجليل أبا أمامة كان من الأنصار يجده بعد أن يصل الناس ينصرفون إلى بيوتهم ومتاجرهم وأبو أمامة يأتي إلى الخلف ويدع رأسه بين قدميه وهو حزين سيد النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال الناس فقدم إليه يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا هكذا في المسجد في غير وقت الصلاة بدأ أصابك قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون من كل جانب فتمسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك قلت بلى يا رسول الله قال إذا أصبحت وإذا أمسيت قل اللهم إني أعود بك من الهم والحزن وأعود بك من العجز والكسل وأعود بك من الجبن والبخل وأعود بك من غلمة الدين وقهر الرجال فصر أبو أمامة يقول هذه الأدعية قال ففعلت فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني فهذه عبارة عن ومضات سيد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقوم بها العبد المؤمن وربنا سبحانه وتعالى يقضي عنه دينه ويقضي عنه حاجته فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين وأن يغنينا من فضله وكرمه وأن يجعل أيدينا هي العليا بالعطاء ولا تكون أبدا هي السفلة بالاستعطاء وصلى الله على سيد محبد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله